تتواصل الجهود المصرية المبزولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري رغم تصاعد حدة الصراع على الجانب الآخر وشهد اليوم دخول عدد من شحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم في صورة تعكس الدور المصري الكبير لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه مراسل تلفزيون مصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسدى المشاهدين بالحديث عن الصورة أمام معبر رفح البري وأيضا في مدينة العريش فهذه الصورة تجسد المجهود المصري الكبير فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة في المصارين المصار الإنساني وأيضا المصار التفاوضي السياسي للوصول لوقف إطلاق النار بالحديث عن المصار الإنساني اليوم هو يوم هام فيما يتعلق بدخول شاحنات المساعدات نتحدث عن مرور ثمانية أيام منذ بدء دخول المساعدات من منفذ كرم أبو سالم بعد الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة نتحدث عن دخول مئتي شاحنة اليوم محملة بعدد كبير من أطنان المساعدات سواء الجذائية أو حتى المستلزمات الطبية هذه الشاحنات هناك عدد من هذه الشاحنات أفرغ الحمولة وعادت بالفعل مرة أخرى إلى منفذ رفح المصري ثم أيضا دخول عدد شاحنات الوقود أكبر عدد شاحنات الوقود تقريبا منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم يتم دخول سبع شاحنات للسولار وأربع شاحنات للغاز وهذا العدد هو مهم جدا نظرا لاحتياج قطاع غزة لهذه الشاحنات من الوقود لتشغيل المستشفيات وأيضا لتشغيل المخابز التي توقفت عن العمل لإنتاج المواد الجذائية المختلفة هذا أيضا بالإضافة إلى الوضع الميداني نتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي على بعض المناطق داخل قطاع غزة وأيضا في مدينة رفح الفلسطينية نتحدث أيضا عن أن هذا القصف يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة في مدينة رفح الفلسطينية وأيضا فيما يتعلق بالتصريحات منظمة الأنروا بأن هناك نزوح أكبر عدد من مدينة رفح الفلسطينية بسبب نقص المساعدات الإنسانية داخل القطاع وأيضا عدم تمكن العاملين في منظمة الأنروا بالعمل داخل مدينة رفح الفلسطينية هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى